في لحظة يأس قرر حمزة وأصدقاؤه من ولاية البوليدة مغادرة الأراضي الجزائرية طمعا في الوصول إلى الأراضي الإيطالية عبورا بالحدود التونسية باتجاه السواحل الليبية فعكس ما كانوا ينتظرون تعطل محرك القارب في عرض البحر وتعطلت معه أحلامهم ليجدوا أنفسهم داخل سجن مدينة طالابلس الليبية كنا حابين أحرق الإيطالية من ليبيا أنا وستة بليديين وكان جماعة من جزائر كان جماعة من درقانا من الكاسبا كان واحد بيرتوتا كان من القبائل كان من البرج وطلب علينا الفلوس 1200 أورو بدرها من 25 مليون حرقنا طحبنا الموتور أونفان يبا احنا كنا 37 واحد زوج ليبيين واحد تونسي ليبيين خرجوا من الفورط وواحد تونسي قاعد معنا في الحبس هم بعد زادوا شوية جابوا واحد أخرين حرقين زيريين بليديين فيهم تزاري فيهم قبائل جابوا هم لينا ولينا 58 وكان واحد مقبل عنده شهر 59 تأخر الإجراءات الإدارية والقضائية زادت من معاناة حمزة والحرق الآخرين الذين قضوا أياما عصيبة داخل السجن طولنا في القضية تعنا احنا جزنا النيابة اسمانا جزنا النيابة واسمانا ليمليك جزنا المحكامة و15 نيو اسمانا الحك أنا جتني قضيتي خلصت وكاني جوتهم قضيتهم عندهم جدراهم بحثوهم حتى السنة مواليهم خلصت وبحثوهم ليبيا تاعي وهو في أقرب بقت وما زالوا جمعنا لحقوهم جدراهم إبارة مشرون في ليبيا من ليبيا ليبيا تونس تونس تزير ليسكال قصة حمزة قد تكون عبرة للراغبين في ركوب قوارب الموت في سبيل الوصول إلى جنة من وراء البحار كما يتصورها الكثيرون اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة